الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على الهادي الأمين اللهم صلي على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شاف العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد وأن تكون في قلب كل مسلم موحد بالله يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه لنبيه سلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها فقال له الرجل ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة لكني أحب الله ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب مرافقته عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا ملأ عليهم شغاف قلوبهم عروة بن مسعود الثقفي لما ذهب لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال كلاما يكتب بماء الذهب عن تعظيم الصحابة ومحبتهم وتقديرهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسر والنجاشي وما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فذلك بها وجهه وجلده وما توضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوئه وما يحدون إليه النظرة عظيما له صلى الله عليه وسلم الرجل يصف حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان توقيرهم وتعظيمهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وها هو سيدنا خبيب بن عدي يأسره المشركون في غزوة فأرادوا أن يختبروا مدى محبته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموه ليقتل وهذا موطن غاية في الصعوبة قدموه ليقتل وقالوا له أتحب أنك معافى سليما في بيتك ومحمد مكانك فماذا قال لهم هذا المحب الصادق قال لهم والله ما أحب أنني معافى سليما في بيته ومحمد مكانه تصيبه شوكه ولله ضر القائل أسرت قريش مسلما في غزوة فمضى بلا وجل إلى السياف سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف فأجاب كلا لا سلمت من الرذا ويصاب أنف محمد برعاف إنها المحبة الصادقة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الصحب الكرام الذين كان الواحد منهم يفدي نفسه ويضحي بنفسه من أجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحوجنا إلى هذه المحبة أن نحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع أوامره واجتناب نواهيه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين يأتي سيدنا عمر فيقول يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه فقال له سيدنا عمر والله يا رسول الله أنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر أي الآن اكتمل إيمانك بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحبين الصادقين الذين يمتثلون أوامر رسول الله ويجتنبون نواهيه وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة